طيب نأتي لأول طبقة بنعمل فيها زي ما قلنا اللي هو الكمبيوت لاير أو هايبرفايزر بيز برشولايزاشن الهايبرفايزر بيز برشولايزاشن قلنا أنه الهايبرفايزر نفسه هو اللي بيعمل الهايبرفايزر بيعمل الهايبرفايزر بيستخدم نوع من الملفات النوع الأول حاجة بيسميها Virtual Machine File System أو VMFS اللي هي هذه عبارة عن Native File System أو النوع الثاني Network File System NFS such as Network Attached Storage File System يعني بيستخدم بيحاجة system اللي هنتكلم عنه اسمه Network Attached Storage هذه عبارة عن مجموعة من الستوريج مشبوكة مع بعض من اسمها Network Attached Storage مجموعة من الستوريج سبيسيز مشبوكة مع بعضها بشكل Network وهذه الشبكة اللي اسمها Network Attached Storage أو NAS اختصارها NAS هذه مش بس مستخدمة في Virtual Machine ولكن مستخدمة لأي شغلات لأي أغراض أخرى بدك مثلا تعمل Access على Network Access على Storage ممكن تستخدمها مش لازم يكون عندك Virtual Machine أو تستخدمها لغرض Virtual Machine بس ولكن الهيبرفايزر برضو ممكن يستخدم Network File System NFS اللي موجودة على الناس أو موجودة على Network Attached Storage File System طيب النوع الأول Virtual Machine File System بقول لك هذا VMFS is the native file system for the hypervisor هو الاشي الستاندرد الاشي الأصلي الأساسي في الهيبرفايزر It is simple efficient and cluster file system كيف يعني cluster file system يعني allows بيسمح multiple compute systems to read and write to the same storage simultaneously يعني مثلا نطلع على الفيجر هذي ال VMFS هذا بيسمح هذا عبر عن كلها storage space كبيرة بيسمح لأكتر من virtual machine أو أكتر من compute multiple compute system يعمل access عليها VMFS volume هذي أكتر من compute يعمل access عليها طبعا كما أنتم شاهدين في الهادي هذي كيف بيقول لك أنه virtual machine نفسه هذا هذا virtual machine نفسه وعبارة عن إيش في الهيبرفايزر كيف بيكون مخزن بيكون مخزن عبارة عن زي ملف مجلد مجلد هذا فيه المعلومات تبعات virtual machine هذا حتى أنت تنزل إذا أنت تعملتم على virtual box أو حاجة زي هيك لما تعمل virtual machine هذه لما تروح على الفولدر تبع virtual box نفسه بتلاقي مجلد في البيانات كلها تبعات virtual machine هذا تمام فهذه عبارة عن VM1 مثلا هذا الكمبيوتر الكمبيوتر واحد مثلا الكمبيوتر الأول في VM1 في VM2 وVM3 وهكذا ولكن في هذا المسال VM1 وVM2 هذا الكمبيوتر في مجلد أو عبارة عن مجلد فيه هو معرومات VM1 VMX virtual machine نفسه والهارد ديسك اللي هو هذا يمثل الهارد ديسك فايل واحد دوت VMDK تمام نحن نتكلم عن إيش عشان تكون موضوع مفهوم نتكلم عن هذا النوع الvolume VMFS هذا كله في عنا نوعين من الvolume أو في عنا نوعين من الملفات اللي بيستخدمها في عنا VMFS volume وفي عنا NFS تمام الVMFS هذا اللي متكلم عنه الحين اللي هو بيسمح أكتر من واحد يعمل access عليه على هذا النوع من هذا النوع من الملفات من file system طيب it provides on disk locking to ensure that the same virtual machine is not powered on by multiple compute system at the same time هنقول لنا إنه هذا الملف هذا الملف هو عبارة عن virtual machine الأول تمام هذا الملف أو هذا المجلد في معلومات virtual machine التانية هذا الملف أو هذا المجلد في معلومات virtual machine التالية تمام الآن مثلا إذا كان هذا off مثلا أو مثلا هذا كان مسكر مش شغال هذا كان مثلا والcomputer 2 يريد يعمل run للvm1 عادي ممكن نروح للفولدر ويعمل run لهذا الملف لهذا virtual machine ويعمل run ويشغله عادي فالcomputer التاني هذا ممكن يعمل run للvirtual machine ورقم واحد تمام الآن إيش اللي بيصير إيش هو اللي provides on disk locking الآن مجرد ما هذا الكمبيوتر يعمل run لهذا الvirtual machine يعمل run بيعمل عاجة اسمها on disk locking بتصير بيصير معملها lock بيسموها on disk lock ليش on disk lock لأنه إحنا ممكن كمبيوتر واحد يرجع بدي يشغل في virtual machine الأول هذا فلما يشوف اللوك هذا الon disk lock لما يكون هذا enabled هذا اللوك يكون enabled معناته أنه هذا بقدرش يشغله لأنه هذا يشغل مع كمبيوتر تاني فبقدرش أنه أشغله مع هذا الكمبيوتر هذا مقصد on disk locking to ensure that the same virtual machine is not powered on by multiple compute systems at the same time تمام هذا النوع الأول هو virtual machine file system هو native file system for the hypervisor وهذا الفوليوم وهذا النوع من الملفات أو file system يسمح لأكثر من user أن يعمل access ويدعم حاجة اسمها on disk locking to ensure that the same virtual machine هذا virtual machine هذا إذا شغال مع واحد ليس يستطيع يعمل في نفس الوقت مع كمبيوتر تاني طيب هذا النوع الأول النوع الثاني network file system كما قلنا network file system هذا ليس فقط حصرا يعمل لل virtual machine لا هذا عبارة عن file system يمكن يعمل لأكثر من غرض ليس فقط لل virtual machine network file system is a network based file system that allows servers to access storage over network as if it were a local drive often used with NAS في العادة يستخدم مع اللي هو network at storage storage الناس يعني برعا لما نتكلم نقول الناس network at storage storage هذه عبارة عن مجموعة من storage مجموعة من مساحة التخزينية هذه مجموعة مساحة التخزينية مشبوكة مع بعضها طريقة ما وكلها مشبوكة مع بعضها ب network وهذه هذه زي كأنه network at touch system تمام هذه مشبوكة مع بعضها ب مع بعضها ب شبكة وبتقدم مساحة التخزينية للناس للأشخاص اللي بدهم يخزنوا ملفات أو بدهم يعملوا sharing folders أو ما شابه وهذه بسموها NFS NOHA NFS provides a shared network accessible storage space where VMs and other applications can store files ممكن احنا نخزن files فيها ممكن احنا نستخدمها كمساحة تخزينية not specifically designed for virtual machine but it is but is flexible and easy to integrate with different storage types مش بس في virtual machine ممكن احنا نستخدمها في اي storage اخرى غير virtual machine often used for storing virtual machine files on NAS device allowing multiple servers to access the storage over the network يعني الفكرة انه عشان ما نتوهش في هذا الموضوع احنا كنا بنقول انه اول نوع من storage virtual اللي هو اللي بتم عن طريق ال hypervisor اللي بتم عن طريق ال hypervisor الان hypervisor يستخدم يستخدم 要 Vent يستخدم ايχ هو ايش هو السريج اللي هو المساحة التخزينية اللي بتنعطى من hypervisor او يتم ادارتها عشان كل موضوع بتم ادارتها من hypervisor هذه مساحة تخزينية هذية ان تاخدها هذه مساحة تخزينية التانية ان تاخدها هذه مساحة تخزينية هذية هذاك الشخص التاني هذا ياخدها الآن الهيبرفايدر بتعامل مع نعيمة الفايل سيستم بتعامل مع حاجة يسمها VMFS File System و NFS File System ال VMFS File System هذا بس خاصة خاص نصره الهيبرفايدر أبدا عنでlegt virtual machine file system هذي بس خاصة للhypervisor واللي ذكرناها اللي ذكرناها هنا تمام النوع التاني اللي هو يسموها NFS network file system هذي مش خاصة بالhypervisor مش خاصة بالversion machine هذي عبارة عن شبكة من storage بتقدم خدمة شبكة من storage بتقدم خدمة مساحات تخزينية ممكن تستخدمها انت ممكن تشارك فوق تحط folders وتشاركها مع ناس ثانيين وهكذا هذي storage space مشموكة مع بعضها مشموكة مع بعضها في system وانت اذا بدك خدمة المساحة التخزينية بدك حاجة منها تدخل على الشبكة ترعتهم اللي اسمها NAS network attached file system تقل على الشبكة وبتاخد المساحة التخزينية اللي بدك إياها وتطلب الخدمة اللي بدك إياها الحين هذي اللي هي اسمها NFS النوع NFS هذا بيستخدم برضو من قبل الhypervisor ممكن يستخدم هذا النوع من من الملفات أو من file system تمام طيب هو حكينا عنه طيب الآن ها تكمل الموضوع انه ناس system throw the NFS protocol ها بقول لك كيف ممكن الhypervisor انه يعمل اكسز على هذه الناس system بستخدام اللي هو network file system protocol the NFS protocol enables communication between NFS client and NFS server hypervisors come with NFS client software for NFS server NAS access يعني نقولنا وين هادي اللي قلنا عنها هادي قلنا هادي عبارة بقدم خدمة تخزينية للناس the users طيب يعني نستعتبره هذا كايش كserver قلنا بقدم خدمة يعني server هادي عبارة عن server الان الhypervisor بقول لك انا hypervisor بقول لك ممكن استخدم هذه ال NFS بدأ اطلب بدأ اطلب مساحة تخزينية منك بدأ اطلب منك يعني انه انا client فالhypervisor هنا في هذه الحالة اسمه client او بيعمل act as a client يعني بدأ اطلب مساحة تخزينية منك فأنا بكون كالclient الhypervisor كالclient وهذا NAS system network attached storage NAS system هذا عبارة عن server طيب كيف الclient هذا بيطلب من السerver هذا باستخدام protocol اسمه NFS protocol باستخدام NFS protocol الcommunication بتم ما بين الclient والserver باستخدام الـ NFS protocol تمام NFS volume is managed entirely by the NAS system الvolumes كلها والمساحات التخزينية كلها هذه بتم بتم إدارتها باستخدام ال NAS system يعني مش باستخدام ال virtual machine system مش باستخدام الhypervisor لأن احنا قلنا هذه خدمة خارجية الhypervisor ممكن يستخدمها كنوع من أنواع الفائل storage space اللي بعطيها لل virtual machine تمام هذا اللي هو بخصوص اللهم صلى عن نبي storage virtualization storage virtualization احنا قلنا الـ layer الاول اللي هو الـ compute layer hypervisor based hypervisor based virtualization تمام في الفيديو القادم رح نتكلم عن الـ layer التانية اللي هو network layer virtualization اللي بتتم من خلال الشبكة across the network تمام رح نتكلم عنها في الفيديو القادم والسلام وليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة